موسيقى موسيقى السلام عليكم متابعينا وأهلا بكم في فيديو جديد من دروس الإنجليزية الدرس تعليم واحد من الدروس المهمة نبدأ ونقرأه في السنة الرابعة متوسط ويبقى يتبعنا حتى للباكالوريا يعني من السنة الرابعة متوسط نبقى وديما نشوفه وش هو هذا الدرس؟ Our lesson today Active and passive voice أي المبني للمعلوم والمبني للمجهول هكذا نترجموه للغة العربية يلا نبدأو هذا الدرس ونفهمه معا بعد وهو واحد من الدروس السهلة فيه قاعدة بسيطة علينا ديما نتبعوها قبل ما نبدأو كل عادة ما تستطيع اشتراك ومتابعة القناة And let's start our lesson كي نكونوا نحكيوا على The active voice أو المبني اللي معلوم في اللغة الإنجليزية رانا نحكيوا على الجملة العادية اللي تبدأ بفاعل Subject And then a verb And then an object يعني فاعل فعل ومفعول به ويكون الباطل في هذه الجملة هو الفاعل يعني رانا نأكدوا على الفاعل نقولوا الشخص هذا راه يقوم بشيء ما أما المبني للمجهول The passive voice في العكس يعني رايح نأكدوا على الحاجة واللي على الشيء اللي راه يقوم به الشخص وهذا هو الفرق بيناتهم تبع في القاعدة في الـ Active voice نبدأ بـ The subject The verb And then an object والـ Object هذي قادر يكون Direct مباشر أو indirect غير مباشر في المبني اللي المجهول The passive voice غدين نعكسه The object نرده في بلاسة The subject و The subject نرده في بلاسة The object يعني نعكسه في بلايسهم نبدأ بالمفعول به و نكمله بالفاعل و اسم تاني نديرو نشوفوا الفعل اللي عدنا و نشوفوا التصرف و للزامن اللي رهم تصرف فيه كي نعرفوا الزامن اللي رهم تصرف فيه ندخلوا More the object The verb to be مكونجي قي في the same tense نتح هذك البرب اللي في الجملة الأصلية اللي تكون في The active voice و More to be نديرو هذك البرب اللي رعدنا في الجملة نديروه in the past participle و نزيدو موراه By يعني من قبل أو من طرف لأنه في الجملة المبنية للمعلوم نقولوا مثلا الولادو أكلت تفاحاته بس حكي نقلبوها للمبني للمجهول نقولوا التفاحاتو أكلت من قبالي ولا من طرف الولادي عليها زدنا هذك By وهذه هي القاعدة اللي تتبعوها كيتحوله from the active voice to the passive voice تبدأوا with the object ديدو موراه تتو بي ما تصرف in the same tense نتع البرب اللي في الجملة اللي مدوها لكم موراه تزيدو هذك البرب in the past participle تزيدو By وتكملو with the subject بالفعل وأحسن حاجة باش تفهموا هذ القاعدة هي التطبيق يعني راح نطبقوا القاعدة على عدد من الأمثلة ونبدأوا بالمثال الأول نقرأوا الجملة أحمد writes a letter هذ الجملة راح في المبني للمعلوم active voice كيفاش نحولوها للمبني للمجهول the passive voice قلنا نبدأ with the object يعني بالمفعول به وهنا في الجملة عدنا المفعول به هو اللاتر يعني رسالة إذن نبدأوا بيها نشوفوا الفعل اللي عدنا واش من زمان راح فيه الفعل write راح in the present simple يعني رايحين ندخلو to be in the present simple a letter is نزيدو more to be نديرو the past participle نتاع الفرب اللي راح عدنا هنا يا write وال past participle تعه هو written موره هو اسم نزيدو نزيدو by ونزيدو the subject at the end أحمد وهكذا جينا الجملة في the passive voice a letter is written by أحمد وهذا بسهولة كانت تطبيق تع القاعدة اللي شتناه المثال الثاني my mother made a cake yesterday فيا راح دي object في هذه الجملة هو a cake إذا رايحين نبدأوا به a cake الفعل هو made made هو الفعل to make in the past simple واسم رايحين نديرو إذا رايحين نصرفوا to be in the past simple إذن جينا a cake was more to be نديرو the past participle نتاع الفرب اللي رايح عدنا في الجملة هذيك made رايح انت past simple و the past participle نتاعه واللي تعاد الفرب to make هو made يقعد نفسه مور the past participle نديرو by و نزيدو more by الفاعل the subject اللي هو my mother رايح نستطر لكم عليه الكلمة yesterday اللي رايح عدنا في الآخر نخليوها في بلاستها يعني رايح نزيدوها كذلك في الآخر هذوك الكلمات ميهموناش كم ما يكون الترتيب بتاعهم في الجملة نزيدوهم سواء هذيك الكلمات كانوا يدلو على ما كان ولا على زمن كم يستردي هنا يرهددل على الزمن و هاقده في passive voice رجعتنا هذي الجملة a cake was made by my mother yesterday نشوفوا مثال آخر the tiger was chasing the deer in the woods نفس الشيء قلنا نبدأ with the object بالمفعول به وهنا المفعول به في الجملة نمسطر لكم عليه the deer نبدأوا به نشوفوا الفرب اللي رايح عدنا في الجملة was chasing فشرة هذي الفرب راه in the past continuous و كملاحظة كامل هاد التصريفات و هاد الأزمينة راني ديرهم داجة في القناة تقدروا تروحوا وتحوسوا عليهم وتفاهموهم خطر لي ما يكونش فاهمهم ما يقدش يجاوب لذلك تضربوا عليهم الطلاة ما عندكم ما خسرت و هاقده تفاهموهم تقدوا تجاوبوا على اي جملة يمدوها لكم كما قلنا was chasing رفد past continuous يعني رايح نديروا to be in the past continuous وترجع عنا the deer was being و نديروا the past participle نتعى the verb to chase خطر هذيك was chasing هو the past continuous حنا نحتاج وغير هذيك chase اللي نديروها في the past participle و the verb to chase the past participle تعه هو chased it's a regular verb نزيدو لها برك ادي نزيدو مراها by و نديرو عود الفاعل the subject اللي هو the tiger و نكملو بهذك الكلمات اللي بقينا في الاخير in the woods هي عبارة عن كلمة تدل على ما كان و هادوك ما عندهم حتى دخل في التحويل from the active voice to the passive voice يعني خليهم في ما كانهم فاخر الجملة راهم خليهم في اخر الجملة و هكدا تصبح الجملة the deer was being chased by the tiger in the woods نتبهو مليح لهذا المثال معايا they have cleaned the windows نطبقوا نفس القاعدة نبدأوا بالمفعول به the object the windows نشوفوا الفعل فاشرة عدنا have cleaned it is the present perfect نتع the verb to clean يعني to be رايح نديروها in the present perfect و جينا have been the present perfect كذلك قدرت هذا انا مش روح بالكامل في القانات و في هذا التصرف نديروا the subject plus have or has plus the past participle of the verb هدي فقط كامل احد more to be in the present perfect رايح نديرو the past participle انتحد ال verb اللي راعدنا cleaned و بويس كهذا it's regular verb نزيدو لها برق اودي حتى في past participle يعني تبقى لنا cleaned more the past participle of the verb نزيدو باي كالعادة وهنا يعدنا the subject they they ما زيدوش في اخر الجملة رايح نحولوه كيفش نبدلوه they ترجع عنا them انتو ما عقلو إلا كان عندكم he ترجع him إلا كان عندكم she ترجع her وإلا كان عندكم they ترجع them يعني إذا شدته لو سيجي واحد من هادو ثلاثة بدلوك ترضوه في الاخير وبالتالي الجملة في the passive voice ترجع عنا the windows have been cleaned by them ولكن ملاحظة هديك by them في هادو الحالة كيكون عندكم they ولا he ولا she هي الفاعل في الجملة تقدروا كامل سيبريمي وما تذكرهاش وتقولوا فقط the windows have been cleaned وهدي هي الأصح إذا تفكروا إلا كان عندكم الفاعل هو he she or they تقدروا في الاخير ما تديروش أصلا يعني هديك by plus the subject left تالي ما تديروهمش تحبسوا عند the past participle of the verb كيما هنا حبسنا the windows have been cleaned تبعوا معي المثال الأخير ونتبهوا لهم ليه he gave me a book for my birthday هنا we have two objects عندنا a direct object and an indirect object واسموا the direct object هو a book كتاب لماذا؟ قلنا he gave me a book يعني الكتاب هو اللي رح ينمد ولي من مد الكتاب؟ الكتاب مده لي ليه يعني me it's an indirect object كيكون عندكم جملة بهادي الشكل the indirect object هو اللي تبداو بيه يعني me رايحين نبداو بيها بس لح ما رايحينش نبداو بيها كيما راها رايحة تتغير كيفاش رايحة تتغير؟ تبعوا لتحتها me ترجع I him ترجع he her ترجع she them ترجع they okay وبالتالي هذه الجملة ما رايح نبداو بمي we're going to start with I أنا نشوفوا الان الفعل فاش راه عندنا gave gave is the past simple of the verb to give وبالتالي رايحين نديروا the verb to be in the past simple I was مورا هنزيدوا the past participle of the verb to give واللي هو given نزيدوا موراها مباشرة the direct object a book وموراها نزيدوا by ومنزيدوا في الاخير الفاعل اللي هو hey بس ح ما نديرو هاش hey نبدلوها كما قرأنا مقبل قلنا hey ترجع him إلا كانت عندكم she ترجع her وإلا كان عندكم they ترجع them وإلا كان عندكم they وهنا يابويسكا عندنا he نقولوا by him وكيما فهمتكم كيكون عندكم the subject a pronoun كما he she ولا they تقدروا أصلا هذيك by him ما تذكره هاش تذكره مباشرة for my birthday وهو الأصح وبالتالي الجملة تصبح لنا I was given a book for my birthday كانت هذه القاعدة اللي علينا اتباعها أثناء التحويل من المبنين المعلوم للمبنين المجهول from the active voice to the passive voice وشفنا التطبيق انتحالة بعض الأمثلة وإن شاء الله ما زال في الفيديو هات المقبلة رايح نديروا تمارين فيهم أمثلة عديدة ونشوفوا حالات معقدة شوية أكثر على هادو ولكن ديما تبقى هذيك هالقاعدة ننتبعوها في الآخر نتمنى أن يكون سهلت عليكم هذا الدرس نشكركم على المتابعة Thank you guys for watching and see you next time